يزعم كثير من الناس أن السعادة عند البحار وعند الأماكن الغناء واللهو وتسمع في الأخبار أن أكثر الأماكن فيها انتحار في العالم عند البحار وعند الأماكن الغناء ولا تسمع بفضل الله أن واحد انتحر في مسجد من المساجد أكثر الأماكن في المسجد من المسجد يقول للماذا؟ لماذا؟ المسجد لأن هناك في المسجد يتحرك في المسجد تحرك مع الله تدخل إلى المسجد ترتاح يوجد بعض الدول فيها نوادي للانتحار نادي للانتحار نادي يعني مكان أو مكتب للانتحار أي واحد يريد ينتحر يأتي و سجل المعلومات و ينتحد نعم نعم موجود هذا لماذا صنعوا هذا المكتب لأنه قد يموت إنسان والشرطة تبدأ تحقق ولا تعرف هل هو انتهر أو إنسان تعدى عليه بالقتل فأنشأوا مكتب لماذا؟ لمن يريد ينتهر يأتي ويسجل المعلومات وكيف ينتهر والوقت ويوقع وهو مسؤول عن نفس يموت ينتهر فجاء إلى هذا المكتب مكتب الانتحار رجل مسلم قالوا ماذا تريد تنتهر؟ قال لا مسلم لا ينتهر بفضل الله قالوا إذن ماذا تريد؟ قال أنا أريد أن أي أحد يأتي إلى المكتب يريد تنتهر أتكلم معه وممكن أكون سبب في منع من الانتحار قالوا لا باش هذا أمر طيب كل ما يأتي أحد يريد أن تهر يحولوا على المسلم المسلم يعلم الإسلام ويقول الإسلام كذا وكذا وانت جرب الآن الإسلام فكل ما يدخل إنسان في الإسلام لا ينتهر وليلا الحمد فقالوا أصحاب هذا المكتب لهذا المسلم نريد ننشي لك مكتب نسمي مكتب لانتحار نسمي مكتب لانتحار نعم لا أحد في أهل الإسلام وليلا الحمد ينتهر الحمد لله لا ينتهر في هذه الدنيا إذا كانت سراء ونعمة شكر الله وإذا كانت مصيب ابتلا صبر هذا المسلم وإذا كانت مكتب لانتحار وإذا كانت مكتب لانتحار هذا المسلم مسلم يرضى بقضاء الله وقدر مسلم يساتسفى بإمتدار الله ترجمة نانسي قنقر